اشتركوا في القناة مرحبا تسيط دراما لملحمة مؤلمة بعد مئة عام هذا هو مسلسل سفر بيرليك اللي كان مفاجأة الموسم الدرامي رمضاني الضخمة عن كارثة التهجير الجماعي القصري اللي طبقتها الدولة العثمانية عام 1915 تجاه الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من سكان المدينة المنورة حدث تاريخي كان من المهم جدا للدراما أن تتناول يوما هذا حدث له قيمة التاريخية وأيضا قيمة الإنسانية ويعتبر اليوم كأنه جريمة حرب لأنه تم تهجير أهالي المدينة حتى قيل في كثير من المصادر التاريخية أنه لم يبقى إلا 41 شخص من أهالي المدينة يقتنون المدينة المنورة تم تهجيرا بالكامل العمل يروي حكاية السعودي عبد الرحمن المديني ورفاق تراسة الجامعية في اسطنبول السوري يحياء واللبنانيين فايز وفريد حيث يخوض الأصدقاء الأربعة رحلة الوعي السياسي والانتقال من أروقة التحصيل العلمي إلى جبهات أو قتال مع الجيش العثماني أولا في معارك البلقان على الحدود الروسية ومن ثم التمرد على ضد السلطنة العثمانية ووحشية ممارساتها أنا فعلا حاس أني في اسطنبول أنا فعلا حاس أني في اسطنبول الأبنية، التفاصيل، الدكورات، المحلات اللبس، المترو، العربيات، الحمطور التفاصيل، التفاصيل، التفاصيل جدا كلها موجودة وكلها موضوعة بعناية لدرجة أنه فعليا الواحد فينا بيصدق اسطنبول كان شيء كبير لألمه بالأرز لما صورنا على حدود البلقان كان كمان شيء كثير حلو لأن عبد الرحمن مثلا كان بالنسبة له التلج شيء كبير وكثير كان جو حلو هناك وما حسنا حالا أنه افترقنا كثير اشتقنا للسات هنا كمان بس برا كان مغامرة لألنا أنا وعبد الرحمن ويحيا الجمهور والنقات تفاعلوا مع العمل باهتمام كبير هنا بعض التغريدات اشتركوا في القناة إنهم يحارقوني فأرضهم وهل هم أولى في جهاد هم مدمقون اشتركوا في القناة